قبل أن تكون إشكال البعلم إشكال للطالب لأن كيف رح يستوعب سيد سيد سعد دكتور سعد يعني صف دراسي وخاصة بالمراحل الأولية الابتدائية بـ 30-40 تلميذ يعني هش رح يفتهم ما تقول ليش رح يفتهم يعني هما الأفوال ببناتهم ما يصدق بس يردون يحجون وهو 30-40 واحد سكت هذا سكت ذاك هنا أريد أن أتحول في الحوار معك إلى نقطة أخرى المنظومة التعليمية في العراق لماذا لم تتطور يعني النظام التعليمي يعتمد على طرق التدريس يعتمد على المنهج يعتمد على المحل المعلم نفسه وشخصيته إضافة إلى البناء لو نتحدث عن طرق التدريس طرق التدريس في العراق ما زالت طرق متخلفة وقديمة تعتمد على التلقين ولا تعتمد على تفاعل الطالب أو التلميذ لماذا لا يوجد هذا التغيير في المنهج منهج النظام التربوي في العراق وابدأ من طرق التدريسة أولا أعيدك أستاذ أحمد أكيد هي طرق يعني مثل ما تفضلت هي طرق يعني ما زالت قديمة تقليدية تلقين لا توجد أي تجديد في هذه المنظومة في أساليب التعليم مع العلم الجامعات حقيقة حسب الطلاعي هناك أدت مناهج حديثة لكن لا تطبق لا توجد أي تطبيق لهذه الانقطاع تام عما موجود في العالم الآخر يعني لا نتكلم عن دول أوروبية أو دول الغرب بشكل عام ولكن حتى في الدول العربية مثل ما ذكرنا أنه اكتظاظ الصفوف مثلا هذه مشكلة هذه كبيرة لكن إضافة لذلك يعني أنت شون تجي تطي تدريس واسلوب حديث اللي هو يعتمد على التحاول والتفاؤل ما بين المعلم والتلميذ إذا كان عندك عدد يقارب الستين في الصف الواحد ولا يوجد مساعد للمعلم هذه معضلة كبيرة حقيقة يعني هذا من أهم الأشياء إضافة لذلك هي مستلزمات التدريس أيضا مدارسنا نحن لا نتكلم عن المدارس الطينية نتكلم عن المدارس الموجودة لا توجد أي صيانة لا توجد أي خطط لتطوير هذه المدارس وتزويدها بمستلزمات حديثة من أجهزة من معدات من حتى الأثاث المدرسي يعني مدارس الحديثة موجودة سواء في الدول العربية أو في الغربية تجد الكراسي المقاعد مختلفة احنا تعلمنا على ستينج واحد جلسة معينة المعلم هو دائماً اللي موجود في الأمام والطلاب موجودين بشكل على صفوف ورحلات اللي نسميها احنا هذه غير موجودة الآن هي موجودة على شكل جروبس يعني مجامية أنت تتكلم عن أنه مثلا مجموعة كل مجموعة تتكون من طالبين ثلاثة يقومون بنشاط معين من ضمن الأساليب الحديثة كثير من المواضيع حقيقة ترجمة نانسي قنقر